دي خرطت مجلس الإدارة النهاردة طب ما تخليني أقولك مبروك الله يبارك فيك هذا التكليف الرسمي والتشكيل النهائي اللي حالك قدمته للمجلس هو طبعا إحنا خلال فترة الماضية كان بتم بعض الأمور أولا نقل اختصاصات الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة الشركة القديمة اللي هي تكليف الأولاني اللي كان التشكيل برئاسة الأستاذ ياسيم منصور أيوة فيه إجراء مع هاية الإستثمار كان لازم يتم وبعدين إجراء من خلال النادي كان لازم يتم وبعدين إجراء مع البنوك كان لازم يتم باعتماد توقعات جديدة وفي خلال الوقت ده احنا كنا مش قاعدين إدنا على خدين عملنا ممكن حوالي 12 أو 15 اجتماع عشان نجاهز التصور وستراتيجية العمل والهيكلة والحوكمة اللي حنشتغل بيها والاختصاصات اللي محتاجها الشركة علشان تقدر تؤدي عملها والحقيقة كان اجتماع يعني إحنا من الساعة واحدة أستاذ إبراهيم من تجيت من النادي على هنا على الطول فاجتماعنا مع الساعة 3 دخلنا مع المجلس خرجنا حوالي الساعة 6 يعني بعد أن ناقشنا المجلس في كافة التفاصيل وكان اللي لازم الناس يفهموا أن الشركة ليست عضوا منفصلا عن النادي وأن فلسفة إنشاء الشركات من اليوم الأول منذ كانت الإدارة لما كنت أنا موجود كانت تجهز أن النادي الأهلي يمتلك شركات تمتلك حقوق يتنازل عنها النادي الأهلي لهذه الشركات عشان تعمل وتبقى روافض وأزرع للنادي الأهلي ولكن ليست شركات مستقلة بالمرة عن النادي الأهلي فكان هذا المعنى محتاج توصيف وتدقيق وصلاحيات وكمان عشان يبقى كلنا نفهم نحن نشتغل تحت عباءة واحدة ما نحنش كيانات بتتنافس وإنما نحن أزرع تتعاون كل منها يشد على الآخر وبإذن الله يكون الخير فيما هو قادم عندنا رؤية وربنا يساهل وربنا وفقنا فيها نقدر نعتبر من النهاردة احنا بقينا مسؤولين عن الجاي في الرعاية وفي الحاجات الاقتصادية وفي الحاجات الأخرى الاستراتيجية وفي طريقة كشف المواهم طريقة التعامل الزيتين للنادي الأهلي إلى أهليات العمل الدولية والعالمية وطبقا لأعراف وتقاليد الاتحاد الدولي يعني هنحاول نعمل نموذج كعادة الأهلي لما بيعمل حاجة بيبقى حط البايلوت أو النموذج اللي الناس تقدر تاخده تطبع عليه احنا ما عندناش مرجعية احنا بنخلق النموذج اللي الناس ستأسى به والحقيقة وجدنا كل التفاهم والعون من رئيس وعضاء مجزد دارة النادي الأهلي هم وجدوا كل التفاهم من جانبنا على دور الشركة وعلى خطها بالنادي الأهلي وتم الإطمئنان على أن ده سيؤدي هذه الرؤية القريبة المتلحمة ستؤدي إلى تناغم وتعاون وليس صراع في أي لحظة من اللحظات طيب يعني الشركة أسست من الأساس أو شركات الكورة شركات النادي عموما الشركات المساهمة وفقا للايحة النظام الأساسي اللي أشار أنه خطوة من ضمن الخطوات حتى لو كانت بعيدة أن تطرح أسما في البرصة هل ده متاع في المدى القريب ولا البعيد متوقف أسما البورصة بتتعامل مع كينات تحقق أرباح فتقدر تقول للمساهمين تفضلوا اشتروا إنما إحنا متواصلين أيضا في هذا الاتجاه عشان نعرف ما هو المطلوب مننا عشان في لحظة ما عندما نطرح الأساس يبقى في إقبال عليها تبقى بالقيمة التي تضيف إلى النادي الآهل وأيضا على أن يحتفظ النادي الآهلي بالنسبة الحكيمة وما خلناهش هنا 51% كما يقول العرف ولكن خلناه 65% للنادي الآهلي وسوف يطرح فقط عندما يحين الحين 35% إلى المساهمين وهنا نظر نقول إن النادي الآهلي سوف يتمتع بالقوة الحقيقية والسيطرة الحقيقية على شركاته وعلى أدواته ونطمن الناس على مستقبل إن النادي الآهلي لن يبعز ما يقول الكابتن خطيب ده كلام مهم جدا فيما يخص بقى العلاقة بين الشركة وجهاز الكورة ولجنة التخطيب إيه العلاقة؟ العلاقة ستبقى من خلال المفوض من مجلس إدارة له كابتن محمود الخطيب الشركة هتعمل في آليات التنفيذ آليات رسم السياسات آليات تعظيم الإرادات آليات تنفيذ التكلفات ولكن كله من منظور الجانب الفني الذي يراه النادي الآهلي يعني مش الشركة هتقول ماشوا مين وجيبوا مين إنما إذا تقال مين ييجي ومين يمشي هيبقى بإذن الله بمعاونة كاملة من الشركة تبقى جاهزة بالآليات وبالبيانات وبالاتصالات وبالترشيحات اللي ما تحطناش في موقف أن احنا فوجئنا أبدا بإذن الله والأسماء المطروحة للتعاون في الشركة أسماء لها خبراتها سواء الاحتراف خارج مصر أو التجارب الدولية لها ومتوصلين جدا مع نمازج من الأندية أصحاب الشركات ويمكن أقرب نموذج لما يريده النادي الآهلي ولجأ إليه هو البايرن بايرن ميونيخ لأن مثلا برشلونة اللي بيملك الشركة أعضاء النادي بس ما فيش جماهير ما فيش طرح الرجال الأعمال لجأ البايرن أقرب حاجة لنا يعني أو إحنا خدنا نموذج دلقناه هو اللي ناسبنا أكتر هو كتير بيشوف أن الأهلي بايرن الشرق يعني إن شاء الله وكل عايز أقوله أن عليك السعي ولكن الناس تفهم أن إحنا ملناش مرجعية نستند إليها النادي الآهلي وحيبقى مرجعية الآخرين من خلال نموذج الذي يخلقه فالتجربة هتحتاج لتطور وتطوير وإذا كان في حاجة هنا هنكملها إلى أن يستقر الأمر ويبقى المسألة واضحة جدا ويبقى كل واحد عارف دوره بالزبط ويقدر يؤديه على أكمل وجه الكوادر اللي أضيفت ما شاء الله عليها بخبرات متنوعة جدا حاولنا بقدر الإمكان نستفيد من كل الكوادر أصحاب الخبرات والاتصالات اللي في النادي الآلي عشان سببين خلاص الناس دي عرفت سلو بلدنا عرفت سياساتنا عرفت الكتالوج بتاع النادي الآلي اتنين عشان ما نكبتش النادي الآلي إزدواجية في الرواتب والإنفاق وثلاثة عشان نبتدي من حيث انتهوا ونطور عليه بمفهوم الشركة بقى وبصلاحيات أكثر مرونة وأسرع وخفة في الحركة فهتجد أسماء كتيرة من اللي اشتغلت هتشتغل بإمكانات جديدة بمتابعة فنية على أعلى مستوى وبإذن الله حناشت تطور من هؤلاء كأنهم خبرات هيكتشفوا أنفسهم بإذن الله بشكل أفضل من خلال الإمكانات المتاحة طيب على ذكر برضو عدم تحميل ميزانية النادي أو مليات النادي أعباء كل العناصر دي عناصر وظيفية في الهيكلة الوظيفة عناصر تعمل هو فيه منطق عارف أنت سبق التتابع أستاذ إبراهيم اللي هو بتجري في حتة كده في عشرين متر بتسلمني فيها العصاية ما بتبقاش الانطلاق في العشرين متر دول باقصة سرعة ولا مش هتعرف تستلم لكنها مهمة جدا إذا وقت منك العصاية يبقى أنت ماشي غلط ما تحسبش النتائج فاحنا بنستلم بالقلية دي دلوقتي عشان نجري بإذن الله نسبة الوقت وهي دي المساحة اللي بنقول نقل الصلاحيات ها حيشهد بعض بعض المناطق الرمضية لحد ما يستقر الأداء ونبقى نقول دي الشركة هتعمل دي النادي حيوجه بدا مجلس دارة الشركة اللي هو المهندس عادل بقية رئيسا والأستاذ خالد عبدالقادر والأستاذ أحمد حسام عبدالقادر القادر نائب الرئيس أحمد حسام عوض قد يبدو الأمر يعني تقول إن دنته ثلاثة ومقررا ولكن هو مرشح الأمر لإضافة عندما يحتاج العمل إلى إضافة وخصوصا إذا كان هناك مساهمين هو من الجمعية العمومية بتاعتنا دلوقتي بعض الشركات النادي نفسها أيها يمكن في المستقبل يبقى فيه طرح لإضافة عدوين أو أكتر مجلس الإدارة ده متطوع آه طبعا متطوع هو لا يتقادى شيء ده نقطة مهمة جدا يعني عشان تبقى المسألة واضحة للناس إنه مجلس الإدارة برئاسة المهندس عادل القيعي والأستاذ خالد عبدالقادر نائبا للرئيس والأستاذ أحمد حسام عبد عدوان ده مجلس إدارة متطوع لا يتقادى راتبا بقيت هيكل الشركة هيكل وظيفي في الأسلام اللي أنتو حضراتكم كلها سمعتوها ودول كلهم كوادر وظيفية في النادي فده عمل مضاف لهم هدفه برضو إنه تقليص الكلفة وعدم تحميل ميزانية النادي أخرى والاستفادة من خبرات متنوعة كلهم في مجالهم لكن محتاجة ألية جديدة للإصراع في العمل محتاجة لتعاون أكتر حيبوا كلهم في كيان واحد قريب من بعضه في علاقات دايما في الشركات يا أستاذ أبراهيم علاقات رأسية وعلاقات عرضية وأنا أعاول على علاقات العرضية أكتر من علاقات الرأسية رأسية يعني أنت ريبورتينج أو بتقدم تقريرك لرئاستك لكن اللي بينجح حقيقة قوة العلاقات العرضية الإدارة دي تساعد الإدارة دي إزاي عندي إدارة للإحصاء والمعلومات أنا عايز لعيب ممكن أكلف فتجيب لي كل المعلومات عن اللعيب دا هذه علاقات عرضية لما إحنا نبقى في قوة جنب بعض وفي شركة الكلام دا تعمل في لحظات أي لو إحنا موجودين في متبعدين ممكن ياخد أيامه أحيانا الأسابيع فالفكرة إسراع العمل والفكرة أنه كل واحد يستفيد من اتصالاته وخبراته عايز أقول لك أنا لازم من هنا يعني طبعا بعد شكر مجلس الإدارة على الصيقة وعلى الجلسة المسمرة دا اللي كانت فيها الحقيقة منحشة في أدق التفاصيل لأنه كوادر المجلس ما شاء الله عليهم وإنما الأستاذ خالد عبدالقادر دا ماله دا كدر من كدر النادرة في مصر صحيح وأفكاره حتؤدي إلى دعم هائل في الاستفادة من التكنولوجي الجديد اللي محدش فاهمه قد ما الرجل دا فاهمه رقمانة الأهل ككل لا والاستفادة من هذا أنه يجيب لك فلوس الطرح اللي طرح على المجلس النهاردة كان أكثر من رائع ونال إعجاب المجلس ونال تقدرهم أحمد حسام عدو أعود الفطر اللي اشتغالها في اللجنة السلسية في كرة الاتحاد المصري في الكرة أكسبته الكثير من الخبرات وما هدت لكثير منها العلاقات الإقليمية والدولية بدرنا نحسها لما عايزين حاجة بيعمل اتصال في دقيقة بيكون موجود أنا متفائل بشكر زميلي تعبوا جدا الفطر فتت على حساب وقتهم وأعمالهم وهم رجال أعمال نابهين لاتنين صحيح لكن لم يبخلوا بأي وقت وهو كده النادي الأهل يستغرقك فتديه له عمرك وأولويتك ده كلام مهم جدا ومبروك قبل ما نقول مبروك لتكوين الشركة كله بهذه النوعيات المميزة الحقيقة في الإضافات النوعية لكن مبروك لأعضاء النادي الأهل والجماهير النادي الأهل أنت بتحط لابنة في هذا البناء المهم جدا عشان ترسخ قيمة العمل المؤسسي ما فيش أهم من كرة القدم في النادي الأهل كرة القدم هي المنشط الرئيسي والعنوان البارز في النادي الأهل تاريخيا وهي اللي قامت عليها شعبية النادي الأهل واللي دايما وأبدا هي اللي بتساهم في فرحة جماهير النادي الأهل علشان كده المعول على الشركة وعلى كل القائمين عليها في الفترة اللي جاية كتيرة جدا جدا وأنا أوعدكم أن أنا هبزل كل ما في وسعي أن أنا هطمنكم على الأهل من خلال منسعد هنقول ما تخافش على الأهل أقول لكم أهو منكم ليه مليش دعوة إن شاء الله يمكن ساعات حطلوا بالحماية منهم ومن حضراتهم كل الخير إن شاء الله بصوا كان بيتهمني دايما أن أنا رحت أنا هو كاس العالم في كل مرة وبييتهمني أن أنا لما جات على روسيا سبت وروحت الواحد العادي أول سافرية حنسافرها سواء إن شاء الله تعالى يوم السبت للمغرب بس في خطين مختلفين مش مسافرين ملك وكتابة لا الباشا رئيس شركة الأهل لكرة القدم وأنا مسافر للمجلة لكن إن شاء الله تعالى نسعد بهذه المشاركة المهمة جدا والقياسية للأهل ترجمة نانسي قنقر